نادي المدير الفني لبراعم النادي الاهلي موليد الفين وسيتم شرفنا ونانا كابتن جماية اهلا بيك كابتن قسامة وسعيد جدا فعلا لنحن موجودين في قناة النادي الاهلي ويا لب دايما في التصالات ان شاء الله هبتدي مع الدكتور سروج اول مرة رئيس بعثة ولا اتقاريت الملكة طبعا بالتاني مرة بالتاني مرة الحمد لله اول مرة ثلاثة مع الفريل باسكت الفريل الاول للكورت السلة كان عندنا تصفيات بطولة افريقيا الحمد لله برضو كسبنا اول وارجعنا بالكاس يعني كنا في تانزانيا في شهر ثمانية تقريبا وشك حلو دا ربنا نتخليك الحمد لله يعني دي تاني بعثة الحقيقة البعثتين يعني الواحد لامس فيهم الاثنين نفس يعني رغم اختلاف السن دول فريق اول ده لان انا عايز اسألك فيه يعني ما شاء الله ما بتسافرش غير ما بترجع بكاس دايما معنا الحمد لله الاختلاف بقى يعني فريق باسكت طبعا ومختلف عن فريق كورة وفريق كورة المراضي كمان مش فريق اول لده انت تتعامل مع يعني لعبين صغيرين في السن عشر ثلاثتاشر سنة بالذات ما هو اللي كنت عايز اقوله حراك بقى ان انا يعني ما حستش فعلا بالفرق يعني النادي الاهلي في سمة موجودة في الفريق الاول او في الفرق الناشئين او في اي حد بنتامل النادي بتلاقي فيه الجدية وفيه روح النادي الاهلي واللي هو رايح فوكس على البطولة وانه رايح يكسب مش رايح انه هو مثلا تمثيل مشرف او انه رايح رحلة ويرجع لا يعني انا حست ده في الولاد وحسته طبعا في الفريق الباسكت فدي يمكن السمة اللي انا حستها كومن ما بين الاتنين يعني اه معانا بعض الصور واللقاطات من دبي واسناء بقى يعني لا اه الحمدى هكونا هنا بنتفرج على احزاء المباريات اول قعدة لك دكتور سراج مع اللعبين كانت في القاهرة ولا لما وصلت دبي لا كانت في القاهرة في المطار كانت في القاهرة في المطار اول مرة تقابلنا كان في المطار طبعا كنت لسه يعني ما معرفش اللعيبة فطبعا كابتن فاتح مبروك وكابتن جمال السيد داد ويعرفوني على اللعيبة اسميهم ومراكزهم وانا قلت لهم يعني قلت لهم انا لامس على وششكو الجدية من وانت وطلعين مصر يعني من وانت طلعين مصر اللعيبة واخدها الموضوع محمد الجد ممكن يكون اول سفراء لهم مثلا هم يسافروا في حياتهم اعتقد كتير منهم ممكن تكون دي اول سفراء لهم مش طلعين ان هم واخدينها مسلا فسحة ولا واخدينها ان انا بقى رايح دبي وهذا بتاعه لا هم مركزين رايح البطولة في جدية ما حسيتش ان انا يعني طلع مع عمر سفاير تحسطان مع فريل اول فهو ده اللي بقوله ان احنا الحمد لله يعني ده مزروع في النادي الاهلي دايما في ولاده في الشبابه في الفرق بمختلف بقى اعمارها بمختلف الالعاب الجماعية او الفردية اللي في النادي فالحمد لله السما دي موجودة في النادي الاهلي وبتجبر مع الوقت ومع الولاد السفاير اه الحمد لله ده اللمستوا فيهم الاول وهما كانوا عند حسن الظن بصراحة احسن الظن بصراحة